من أعظم الغيبيات و قضي الأمر أنه لا يعلم ما هيتها إلا الله حلقتنا اليوم مشاهدين الكرام مختلفة موضوعها اللطف والتكريم والنفخة الخالدة نطوف فيها حول خفايا الروح وتساؤلاتها الأزلية هذا السر الإلهي الذي يحكم جودنا بني البشر و عندما يحين الرحيل لن يبقى بعد فنائنا غيره و يتقدم العلم و تتسع العقول و المعارف و التقنيات و يقف الجميع عاجزين أمام أمر الله و ما أوتيتم من العلم إلا قليلا رحبوا معي بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي و رئيس هيئة علماء المسلمين أهلا و سهلا بكم معالي الشيخ أهلا و سهلا بكم حياكم الله حديثنا اليوم مهم يمس كل إنسان في هذا العالم نتحدث عن الروح ابتداء هذا الشيء الخفي علينا كبشر ماذا نقصد به في بداية هذه الحلقة الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و صحبه أما بعد فحقيقة الروح لا يمكن لأحد أن يعرفها هي أمر خفي استأثر الله جل و علا به بنص القرآن الكريم يقول سبحانه و تعالى و يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي و ما أوتيتم من العلم إلا قليلا فالروح التي تتشكل بها النفس البشرية لا نعلم كيف كيف هي هي أمر إلهي معجز للإنسان و بالرغم من الاكتشافات المدهشة في النفس البشرية لاحظ لم يستطع العلم أن يعرف سر الروح العلم يقول أنه وصل إلى أمور كثيرة إلى إيجاد أعضاء لجسم الإنسان مثل أعضائنا تماما و طبعا هذا لا يكون لعن طريق الخلية التي خلقها الله تعالى و لكن السؤال هل يستطيع العلم أن يوجد هذه الخلية البشرية التي صنع منها أعضاء أو ربما استنسخة حيوانا هذا لا يمكن أن يصل إليه العلم أبدا و في سياق شأن الروح نقول أيضا لا يمكن أن يصل إلى أمر الروح و سر الروح و حقيقة الروح مطلقا لكن دكتور هناك بعض النظريات العلمية التي لا تؤكد على فكرة الروح أو وجود الروح أساسا ينكرونها نعم يجادل البعض الحقيقة في ذلك لكن السؤال ما الذي يجعل أعضاء الجسم تتفاعل مع إرادة الإنسان بمعنى آخر من الذي يشغل الجسم ليعمل و يتعامل مع هذه الإرادة و كيف تعمل الغرائز و المشاعر ليس لهذا تفسير عندهم سوى أن الخلية تتفاعل تلقائيا و هذا يعود بنا للسؤال الأول من الذي جعلها تتفاعل تلقائيا ثم السؤال التالي من الذي أوجدها من البداية بعد أن كانت غير موجودة أساسا صحيح العلم الحديث وصل إلى اكتشافات إعجازية حقيقة و وصل إلى مراحل متقدمة ولكن أمام هذه النقطة عاجز إلى اليوم صحيح صحيح نعم العلم خطأ خطوات مذهلة جدا و لكنه وقف حائرا و أحيانا مكابرا أمام سر الروح آخر طبعا هذه الاستكشافات المذهلة فك الشفرة الوراثية للإنسان و التي أحدثت في الحقيقة ثورة في علم الجينات و من هنا جاءت الوعود بالعمل على إيجاد كائنات بشرية و حيوانية لكنها مأخوذة من الخلية التي خلقها الله جل وعلا يعني فعل سبب كالزواج للإنجال لكن بأسلوب آخر الكل من الله تعالى و لذلك يقول سبحانه أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزني أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تغرون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحانه معنى هذه الآيات الكريمة أي مهما فعلتم السبب أو عرفتم السبب في حصول الأشياء فإن وراء ذلك مسببا وهو الخالق جل وعلا لاحظ وهذا أمر مهم في الآيات الكريمة السابقة يقول تعالى عن الماء المتبخر لو نشاء جعلناه أجاجا أي مالح مثل ماء البحر الذي خرج منه خرج منه هذا الماء الزلال الذي ينزل من السحب نعم فذهاب الملوحة بالتبخر من الذي أوجد هذه المعادلة السببية هو الله جل وعلا ولو يشاء لم يوجدها وصار الماء كله أجاجا المجادل وتحديدا الملحد يقف عند السبب والمعادلة الصحيحة ثم لا يتجاوزها لكن كيف جاءت المعادلة من الذي ركبهاه هنا يقف لأنه لو استمر سينهزم تماما